شاهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث والسياسي الأستاذ نظير الكندوري أهلا بكم أستاذ نظير الله حيث سلامك بداية اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت إلى عدم الاستجابة للمليونين التي دعا إليها مقتدى الصدر إلى أي مدى تثقون في نبذ الشارع العراقي للطائفية ولهذه الأفكار المروجة من قبل من في السلطة يعني أنا ما أرى أن نحن مقبلين على مرحلة خطيرة تقود هذه الميليشيات وأحزاب السلطة متمثلة باستغلال الوضع الدولي ووضع العراق الآن العسكري الصراع الإيراني الأمريكي وذلك لاستغلال هذه الفرصة وجعلها مناسبة جدا لوئد هذه التظاهرات فأنا أعتقد وهذا ما ثبته البيانة الذي خرج من لجنة المنظمة التظاهرات بأن هذه التظاهرات هي ليست من أجل خروج القوات الأمريكية أو رفض التواجد الأمريكي إنما في الحقيقة هي استغلال للفرصة لوئد هذه التظاهرات يعني من المؤمل أو هكذا يتأملون الأحزاب والميليشيات بأنهم يريدون تحشيد ما يمكن تحشيده وشراء ذمم الذين يمكن شراء ذممهم وجلبهم إلى ساحات الاعتصام وساحات التظاهر لجعل هناك تصادم ما بينهم وما بين المتظاهرين الحقيقيين وإيقاع الخسائر بأكبر قدر ممكن بهؤلاء المتظاهرين السلميين وبالتالي يطوم صفحة هذه التظاهرات كما يأملون والخلاص من صداع الرأس الذي جلبته لهم لذلك أنا أرى أننا نحن مقبلين ربما على مشهد دموي لأن هؤلاء المتظاهرين الذين سيأتون من قبل هذه الميليشيات وهذه الأحزاب ستكون مسلحة ربما بالسلاح الأبيض أو ربما أكثر من ذلك وربما سيكون هناك اعتداء سافر على المتظاهرين الحقيقيين المتظاهرين السلميين لذلك أنا أعول على شعبنا العراقي على من ربما يسترخص ضميره وينخرط بهذه التظاهرات التي دعت لها الميليشيات من أجل المال والفلوس أهيب بهم من عدم الاستجابة لأنهم أول شيء سيعدمون مستقبل العراق إذا هذه التظاهرات انفضت لن يكون هناك مستقبل العراق في المستقبل المنظور وكذلك حقا لهذه الدماء والأمر الآخر أنا أهيب بمن يرى هذه المزر المقبلة أن يقول قولته أنا أهيب بالمجتمع الدولي يرى الجميع يعرف ماذا سوف يحصل في ساحات الاعتصام نحن نتوقع هناك سفك للدماء ولذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي له دورة وكذلك المجتمع العراقي أن يهيب ويروج بمواقع التواصل برفض التظاهرات تلبية لنداء الميليشيات لأن هذه التظاهرات هي ضد إرادة الجماهير ضد إرادة العراقيين وهي ساندة لهذا النظام الفاسد وساندة لميليشيات المتشرة بالعراق في هذا السياق بالحديث عن الميليشيات أستاذ نظير كيف تفسر هذه السرعة وتسرع في تأييد هذه التظاهرات المليونية التي أعلن عنها الصدر من قبل الميليشيات لماذا أيدت بسرعة هذه التظاهرات وانخرطت فيها نعم هذا المتوقع لأنه دعوة الصدر لهكذا تظاهرات ومحاولة الصدام مع المتظاهرات الحقيقيين هي بالضبط ما تريده الميليشيات هي بالضبط ما يريده النظام الفاسد الحالي لأن خروج التظاهرات الحقيقية وابتعادها عن المشهد السياسي سيجعل الساحة مفتوحة ليتحكموا بالعراق كما كانوا في السابق لذلك تجد الاستجابة وهذه حالة الاحتقان التي كانت سابقاً ما بين الصدر وما بين الميليشيات الأخرى الآن ذابت الآن هم يعتقدون أنفسهم في مركب واحد وهي الحقيقة الآن هم جميعاً في مركب واحد انهيار هذا النظام يعني انهيار للصدر والتيارة انهيار النظام يعني انهيار لهذه الميليشيات لذلك هم يتوحدون على عدو واحد هم هو العدو متمثل بالمتظاهرين والشعب العراقي لذلك تجدهم جميعاً يتوحدون ضد التظاهرات وضد الشعب العراقي حاول الصدر مرات متعددة ان يركب الموجة واثبت هذا الموضوع فشله لكن مع مرور الوقت نراه يصر وربما هذه الدعوة الأخيرة التي حدثت من إيران التي خرج اللجنة المنظمة للتظاهرات بالبيان ذكرت فيه ان الدعوة التي تخرج من إيران مسيسة ألم يعي من يناصر الصدر أن هذا الشخص متخبط بأفكاره ويميل إلى إيران ليثبت حقيقته في النهاية يعني هو مقدد الصدر تراهن علي جميع الأحزاب بأنه عندما يريدون شيء من شريحة معينة من المجتمع يذهبون إلى الصدر ليجيش لهم ويسوق من يؤمن بأفكاره الساذجة لكي يعبر على أن الجماهير ولدينا شريحة اجتماعية كبيرة تؤيد أحزابنا وميليشياتنا لذلك هو دوره بالنظام السياسي العراقي هذا هو الدور ويمثل على أنه نصير المستضعفين والفقراء ويدافع عن حقوقهم لكن لحد الآن لم نرى أنه حقق شيء من مطالب الجماهير بحيث أنه كانت هناك مئات الآلاف تخرج لنداء منه اعتقادا بأنه سيحقق شيء الآن كلامه غير مسموع واتهامات ركوب موجات التظاهر ملتسقة به اليوم يقول حاكم الزاملي اللي هو أحد أقطاب التيار الصدري يقول أن من يتهمنا بأننا نريد ركوب موجة التظاهرات هذا باطل وليس من الحقيقة بالشيء ويعني حقيقة هو ينطق ما في صدره وينطق ما يريد ويننوي أن يفعله هو كان يتمنى مقتدى الصدر لو كانت هذه التظاهرات قد استطاع ركوبها وجعل من نفسه رقما سياسيا صعبا يساوم بقية الأحزاب والميليشيات للحصول على حصة أكبر من هذا النظام السياسي ولكن فشل في ذلك فعاد إلى حضيرتهم وهذا الرجل الذي يقول نحن نخرج بتظاهرات مليونية من أجل إخراج التواجد الأجنبي من العراق أنت تدعو من مدينة أجنبية من مدينة قوم والتي هي معظم شعارات المتظاهرين خرجت ضد التواجد الإيراني يعني لو خرج شخص واحد من واشنطن ودعا لإخراج التواجد الأجنبي لكنتم ماذا قلتم عليه؟ لم تقولوا أنه عميل أمريكي؟ هذا الكلام ألا ينطبق عليك؟ أنت في مدينة قوم وتدعو إلى تظاهرات لإخراج التواجد الأجنبي؟ أليس هذا عماله؟ ألا يحق لنا أن نقول لك أنك عميل أمريكي؟ عفوا عميل إيراني؟ لأنه يعني عايش في كنفهم ويحتضنوه ويقدمو له كل شيء يعني هذا على من يريد أن يضحك؟ يعني الشعب العراقي أو عمد ذلك؟ هذا ربما يدعونا لتساؤل إلى أي مدى تعتبر ورقة الصدر والتظاهر المليونية والميليشيات آخر الأوراق التي بيد إيران في العراق والله أوراق إيران لا تنتهي حقيقة يعني طيلة بداية التظاهرات والي حد الآن ربما حدخنا في الشهر الرابع هم يوميا يبتكرون أشياء جديدة لحربهم ضد المتظاهرين من قتل واغتيالات والآن جاءوا على الصدر وطبعا هم جربوا وفشلوا لكن الآن بحجة التواجد الأجنبي وبحجة إنه قتل يعني قاسم سليماني وأبو مهدي مهدس فهم يريدون على أساس يؤطروه بمطلب وطني برفض التواجد الأجنبي هم جاءوا مرة ثانية بمقتد الصدر ليمثل هذا الدور لكن أنا يعني ما أتوقع بل وما أتمنى إن الشعب العراقي وحتى من هم مخدوعين بمقتد الصدر أن يرفضوا هذه الدعوة لأن هذه الدعوة يعني ظاهرة للعيان بأنها مساندة لهذا النظام السياسي العراقي الفاشل والفاسد ومساندة للنفوذ الإيراني لذلك نهيب أن تكون هناك صحوة صحوة حتى في أبناء التيار الصدري وليعلموا بأن هذا الرجل مجرد العوبة بيد النظام الإيراني أستاذ نظير يعني يستمر الحديث طبعا عن مقتد الصدر وعن محاولات ركوبه الموجه لكن في النهاية يبقى القرار وتبقى الكلمة هي بالنسبة للمتظاهرين الآن هناك دعوات لتصعيد سلمي من قبل المتظاهرين في الشوارع وفي الميادين وفي الساحات قطع الطرق هي وسيلة من وسائل التصعيد السلمي لدى المتظاهرين إن لم تلبي الحكومة أو السلطة في المنطقة الخضراء مطالب المتظاهرين فسيستمرون بهذا التصعيد هذه الدعوات الأخيرة التي جاءت من الشارع هل تعتقد أن السلطة المنطقة الخضراء التي قتلت ولم تحاسب والتي لا تزال تسفك الدماء وتسمح للميليشيات بالعبث ولا تحاسب يمكن أن تزغي إلى هذه الدعوات من المتظاهرين أنا متأكد أنها لن تلقى كل هذه الإجراءات التي يقوم بها المتظاهرين أنا متأكد أنها لن تلقى آدان صاغية من أقطاب النظام العراقي ذلك ليس لأنهم لا يريدون أن ينفذون ذلك لأنهم ليس لديهم الإرادة للتنفيذ لأن إرادتهم مرهونة بالنظام الإيراني هو من يخطط لهم وهو من يرسم لهم ردود أفعالهم اتجاه المتظاهرين والأمر الآخر هم في داخلهم لا يريدون تنفيذ أي مطلب من مطالب المتظاهرين لأن تنفيذ ولو طلب صغير من مطالب المتظاهرين معناها نهاية لهذه الأحزاب وهذه الميليشيات ولكل الامتيازات التي يمتلكونها لكن أنا أقول أن المتظاهرين هم مجبرين على تصعيد تظاهراتهم وإلا ما هو الحل ومجبرين أيضا على اختيار الطرق السلمية في تنظيم حراكهم ليس جبنا منهم حاشة لمتظاهرين وشبابنا هم لديهم كل القدرات لفعل أي شيء ولكن هم اختاروا الطريق السلمي لكي ورقة العنف ضد المتظاهرين يسقطوها من يد النظام وإلا النظام لو رأى أحد المتظاهرين يحمل السلاح ويرمي هذه القوات التي تهاجمهم لوجد العذر لإبادة هؤلاء المتظاهرين لكن المتظاهرين متمسكين بسلميتهم وربما هذا الحراك سوف يؤتي ثمارا لكن أنا أريد ألفت النظر إلى أن هناك بعض الناس يعني من يربط مستقبله بمستقبل النظام هؤلاء المتظاهرين لو نجح ما يريدون إليه ويصبون إليه سيكون الخير يعمل للجميع حتى من هو في داخل الحكومة أو في داخل نظام الدولة فتجد الموظف يقول لك أنا لا أعمل الضراب لأنه سيقطع راتبي وكذلك الجندي وكذلك الشرطي لكن لا يعلم أن الضرابه سيعيد بناء نظام جديد هو أول من سوف يستفيد منه وليس فقط المتظاهر المتظاهر يضح بنفسه ليس من أجل نفسه وعائلته إنما يضح من أجل المجتمع العراقي بكل أطيافه بكل فئاته متعلمهم وجاهلهم لكن لا أعرف لماذا هذا الوعي لا يصل إلى هؤلاء يعني لا أريد أن أصفهم بالمتفعين ما هي المنفع التي سيجلبوها من مجرد راتب بينما هو يرهن مستقبل العراق بكل خيراته إلى هؤلاء السرقة السراق من أزلام النظام وإلى الدولة مثل إيران هل هذا يعني أن الحراك الشعبي اليوم في العراق بحاجة إلى مزيد من التنسيق لنشر الوعي وسط الفئات الأخرى ومن ضمنها ما سيحدث إن حدثت هذه التظاهرة المليونية كتظاهرة مضادة تحاول مواجهة المتظاهرين نعم أنا ذكرت هذا في أكثر من مقالة وفي أكثر من لقاء بأن المتظاهرين يجب عليهم أن يرصوا صفوفهم ويكون يعني عملهم منظما ومرتبا بحيث يعني لعدة أهداف أولا تنسيق هذه القوة ولا أن تكون مبعثرة ويكون هناك تنسيق في الحراك ويجعلون بؤر التظاهرات والاعتصامات موزعة على كل المدن العراقية الأمر المهم هناك كثير من شرائح المجتمع العراقي ما زالت مترددة لحد الآن لو رأوا أن هؤلاء المتظاهرين قد أصبح لهم هيكل يديرون فيه تظاهراتهم يديرون فيه حراكهم وأصبحت لهم هيئة تتكلم بإسمهم وأصبحت لهم قيادة تقود هذا الحراك سوف تزداد الثقة بهم وسوف هؤلاء المترددين ينظمون إليهم على اعتبارهم أن هذا التنظيم هو أفضل بكثير من النظام الذي دمر البلد لذلك تنظيم ضرورة واجبة وضرورة في هذا الوقت لكي تسحب الشرعية من هذا النظام وتجعل الشرعية لهؤلاء المتظاهرين والشعب العراقي سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك لتوجودك معنا في استوديو الرافدين حياكم الله